نرجع بقى لموضوع تنسيق القواني أنا عارف إن فيه أجهزة حديثة جداً من ضمنها جهاز الفيزر والبلازمة وحاجات تانية كتير الحاجات دي نتائجها أنا أعتقد لما بتتعمل بالطريقة الصح للعيان الصح بالخبرة الصح بتطلع نتيجة هائلة حضراك بقى تكلمنا إزاي الحاجات دي بتطلع هذه النتائج إحنا مع درجة الحقيقة السمنة الموضعية لغياب الرياضة واللايف ستايل في الأكل اللي عندنا زي ما قلت لحضرتك بنحتاج حاجات فعالة حاجات قوية حاجات تدي نتيجة من الوهلة الأولى حاجات ما نختلفش عليه يعني مش هنيجي نقول للمريد بص فيه تحسن لا هو لازم يشوف زي حضراك صورة أكيد فيه فرق شاسع المريد لازم يلاحظه ده فيزر في الدراعات والدراعات دي مشكلة كبيرة ستة سانتي إميديت لنتيجة فورية مش لسه هنقول هنعمل عشر جلسات ونشوف ونزلنا سانتي لا ما نزلناش لا ده بدهون ساحل بس الجلد ترهل بص حضرتك درجة ترهل الجلد رفعت خالص الدراع بقى مقبول السيدة تقدر تبقى مش محرجة من نفسها حتى في بيتها لما يبقى شايفة نفسها في القوام مثالي الرجالة لا تقل عن السيدات في الاهتمام بنفسها البطن المصرية العربية الشهيرة دي ما نفعش معها جلسات وكريمات نحطها من بره ونقول ده احنا عايزين حاجة سهلة أو سريعة داخد عشرين سنة ولا هتجيب نتيجة خالص لكن بص حضرتك الفيزر بجلسة واحدة نتيجة مثالية امان جدا فيش جراحة زي ما حاك شايف يعيش لعمره كله وده من اكتر حاجة بتميز الفيزر انه بيكسر الخلايا الدهنية مش بيسيح الدهون اللي جوها الخلية فغير عرضة انه يرجع تاني زي مثلا الاجهزة الخارجية اللي بتسيح الدهون ميزة اخرى انه بيشد الجلد زي ما حاك شايف كم الدهون ده المتوقع لما البطن تفضل ان الدهون يحصل تراحه للجلد لكن زي ما حاك شايف العكس الجلد مشدود لاخر لحظة بفيش تراحه الجلد ما التناش بصوا حضرتك السيدة لكن حتى العضلة مرسومة بالزبط يعني اللي ما شوفش الصورة اللي فوق يقول دي رياضية يعني هي فوق بين ان عندها ويست أو ويست بس بصوا حدك مختفي بالدهون بصوا لما تنحت بقى ظهر العضلة بتاعتها ظهرت وتراسمت يعيز لها سنتين في الجم دي والله لوعدت عشرين سنة عمر ما الرسمة دي لان الفيزر بيخلي هديت في جلسة واحدة بقت من من فوق لتحت آه بالزبط وتنزل تراوح بيتها عادي جدا سوق عربية بتراوح نشي اليوم وتروح الشغل بالزبط لقول لا خدي أول 3-4 أيام راحة عشان بيبقى فيه سبازم كده شد في العضلة الجلد بيحرقها شوية لكن زي ما حدك شايف ما فيش جراحة خالص ده جيب لازمة ده فيزر مع جيب لازمة بص الجلد نفسه التون بتاعه تغير ازاي التأثير القوي ده في الجلد ده لازم جيب لازمة مع الفيزر يعني نمشي الفيزر الواحدة بص حضرتك فيل يعني أصبح فيه فيتالي فيه روح في الجلد صحيح فيه شباب فيه نظارة كده لو تشوف ده تقول ده سنه قد كده دلوقتي لما تشوفه لا تقول ده اختلف تماما الجيب لازمة تكنولوجي حديث هو ده الجهاز ده دي الهاند بيس اللي بتتركب على الجهاز دي سنجل يوز يعني هي لكل مريض بتستخدم تترمي بتتعمل مرة واحدة بس تستخدم مرة واحدة بس طبعا وغير قابلة زي ما حاك شايف هي برضو بلاستيك مطات غير قابلة للتعقيل وبتبوز هي بتطلع الامبلسس بتاعتها وتخلص موسى حضرتك الروح بتاعت الجلد اختلفت ازاي طبعا احنا عندنا حالات صعبة كثير لان احنا عندنا ناس خسوا فدرجة الفقدان الوزن بدون رياضة بتعمل تراهل في الجلد زي ما حالاتك شايف لا شكل فارق جدا النتيجة مفيش حاجة في الدنيا ممكن تحققها بالشكل ده وواضح ان التكنولوجيا في اخر في اخر خمس ست سنين الدنيا هتقلبك في القصة دي حقيقة نحت القواب او اللي احنا بنسميه الديناميكس والديفنيشن رسم والنحت ما تحققش الا في اخر فترة كان فيه جهاز تاني حضرتك قلتلي عليه اسمه الهايفو 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 من الاجهزة الجميلة اللي بتشتجل من بره ولوه تأثير جميل وفعال على الوجه والرقبة في شد التراهلات لكن الحقيقة ما برحبش بيه للشد الجسم لانه برضو مازال ضعيف مقاررة بالجيب لازمة لكن بصح حضرتك نتيجته الجيدة في الوجه والرقبة فيه ناس بتشتغلوا في كل حتة لكن الحقيقة مش فعال فاحنا طبعا ايجادة استخدام بص حضرتك لما تبقى حاجة كده تراهل في الرقبة والجلد سائد بتاع الوجه شوية بص بيرجع تاني خالص شكل وعمر الانسان بيختلف تماما وتحس انه هو كأنه عامل عملية بالزبط بص حضرتك ده كده فرق كبير قوي شد مختلف خالص ده هايفو مع خيوط يعني احيانا بنحتاج نمزج خيوط الشد بتاعت الوجه مع الهايفو عشان ناخد نتيجة مثالية زي ما حضرتك شايف يبقى برضو نقدر نمزج بين تكنولوجي واخر بص حضرتك فرق شاسع ده هايفو بعد فيزر يعني الاول عملنا فيزر وفضينا الـ وعملنا هايفو عشان ياخد الـ بتاع الوجه لان الفيزر ما بيتعملش في الوجه ده دي صورة لحد عنده عشرين خمسة وعشرين سنة ودي صورة لحد عنده بالضبط ستين خمسة وعايز اقول لحضرتك حتى لو دي عشرين ودي عشرين بص شكل الملامح يعني اكيد كل انسان ظهر ملامح فعلا يفرق تاني بص حضرتك ده هايفو مع خيوط عشان ناخد النتيجة المثالية دي يعني هي دي ايجادة استخدام التكنولوجي لو انا عملت حاجة واحدة في حاجة تكون درجتها متأخرة شوية ممكن باخدش النتيجة المثالية ما انا كنت اقول لحضرتك والهايفو ده حاجة وقصة الخيوط دي حاجة تانية اه بس الاتنين يتعملوا مع بعض انا عارف لكن انا مرصد اقول ايه انا ممكن اشتري جهاز هايفو بس ما عرفش عامل خيوط لا بص حدك هو التنصيق القوية معالم التجميل بيحتاج تيم بيحتاج multi disciplinary team بيحتاج فريق عمل مش انا اللي هامل كل ده هو يعمل الخيوط في حد هو متخصص في كذا يعني ان يبقى عند حضرتك بلان لكل مريض خطة اه ورأي ناس كلهم متخصصين ونقول ده يعمل كذا مع كذا عشان ناخد النتيجة المثالية والكلام ده من نقشه مع المريض هو ده العصر الحديث مش ان انا ما بعرفش اعمل غير هايفو طب خلاص حضرتك خدش يعملي هايفو طب لا انا بعمل خيوط بس تبقى من الخيوط لا ما عنديش فيزر وده ده بتاع دكتور التجميل لا ما ينفعش هو لازم يبقى عندك كل ده ولازم تبقى عندك الخبرة في ايجادة استخدام كل ده عشان المريض ده مش هو اللي هامل البلان لنفسه مش هو هيجي عند حضرتك يعمل هايفو ويجي عند يعمل ويستشير الدكتور فلازم الاستشارة كن واضح ما المشكلة ان متخصصين التجميل مش لازم يبقى متخصصين في الخيوط صحيح ومتخصصين الهايفو بتاع الدرمة مش لازم يبقى فهو لازم اللي يبقى عارف انه هيقدر يوصل المريض يبقى عنده ده وده وده وعنده مين اشتر واحد يساعدني في المريض ده عشان ااخد النتيجة دي وإلا يبقى انا مش مش هحصل على النتيجة المثالية عمري